السلام عليكم الكمادات السخنة ولا الكمادات البردة هكلمك النهر ده ان شاء الله عن دور كل حاجة من الاتنين السخنة والبردة وإيه المصادر وإنت بستخدمها وإيه المواقف اللي أنا بستخدمها فيها والمواقف اللي ممنوع فيها استخدام الكمادات سواء السخنة أو البردة اولا الكمادات السخنة ليها دور ممتاز جدا خاصة ان هي بتساعد على ان الاوعية الدموية تكون مفتوحة بشكل اكبر وبالتالي يبدأ الدم يتضفق للعضلات وبالتالي اكتر تساعد لي على ارتخاء العضلات المتشنجة فلو انا عندي شد عضلي لو عندي اي حاجة بتكون كويسة معاها الكمادات السخنة طبعا هقولك كده كده على كل موقف بستخدم فيه الكمادات السخنة ولكني ببدأ الاول ايه فايدة الكمادات او ايه دورها اصلا الكمادات السخنة بتعمل ايه طيب ايه مصادرها اول مصدر وهي عبارة عن اللي بتيجي الهوتباك مثلا اللي بتكون من مصدر قهربي فايدتها ان انت بتقدر تتحكم في درجة حرارتها بيكون معاها ثيرمستات وطايمر بتقدر تتحكم في الوقت اللي هتقعد عليه بتقدر تتحكم في درجة الحرارة ده نوع او انك بتجيب مثلا فوطة وبيتبل لها مياه سخنة وتبدأ تخطها على المكان اللي فيه اصابة ولما الفوطة تبدأ تبرد او حاجة بتحطها على مياه سخنة تاني وهكذا او انك بتجيب اناء فيه مياه وبتغطس فيه الجزء المصاب طبعا اناء ده بيكون فيه المياه السخنة او برضو حاجة اسمها شمع البرافين او البرافين واكس وده عبارة عن اناء بيتسخن فيه او بينصهر فيه الشمع تبقى درجة حرارته طبعا مش عالية قوي عشان ما يحصلش مشاكل في الجلد دي درجة حرارة معينة قليلة شوية بتبدأ تغطس فيها برضو الجزء المصاب وبتساعد على نفس الحاجات اللي انا هقولها لك كمان شوية او عن طريق التدليج فانت لما بتدلك الجزء معين فانت بتنشئ حرارة عن طريق الاحتكاك الحرارة دي بدرها بتقوم مقام الكمدات السخنة طيب دي المصادر انت بس تخدمها هي اولا بتقلل من حمد اللاكتك او اللاكتك اسد وده اللي بيتكون نتيجة الشد العضلي كنا عملنا حلقة كاملة عن الشد العضلي وازاي بيحصل اصلا شد عضلي هسيبها لك في الاي هنا او هنا او تحت في صندوق الوصف وفي حلقة تانية اسمها الشد العضلي القاتل وده شد عضلي ولكن مش نفس الشد العضلي ليه اسباب تانية ولكنه ممكن يكون مميت في بعض الاحيان هسيبها لك برضو في الاي تقدر ترجع للحلقتين دول هيفيدوك بشكل كبير بازن الله او علاج الام العضلات المزمن او التهاب المفاصل المزمن ولازم تركز قوي على كلمة المزمن دي لان في الكمادات البردة هيكون لها علاج لألام المفاصل وآلام العضلات برضو ولكن ليه ظروف معينة انا دلوقتي بتكلم على المزمنة اللي هيبقالها مثلا معك اسبوعين شهر شهرين بتبدأ تستخدم الكمادات السخنة آلام المفاصل وآلام العضلات وآلام النتيجة عن التهاب الاوطار زي التهاب اوطار الكتف كنا عملنا حلقتين عن التهاب اوطار الكتف بتقدر بترجع لهم او الام الرقبة الام الظهر لو الحاجات دي مزمنة بتستخدم معاها كمدات السخنة طيب بستخدمها ازاي اقل مدة من 5 دقيق ل20 دقيقة طبعا بنفضل بشكل كبير ان هي تكون 20 دقيقة متواصلة بتحطها على المكان اللي فيه الاصابة وبتسيبها فترة العشرين دقيقة وهنا هقول لك نقطتين مهمين جدا النقطة الاولى اقل من 5 دقيق فهي مش فعالة نهائيا النقطة التانية انك لازم تقرأ الاحتياطات او البريكوشن اللي بتبقى موجودة على الجهاز اللي هتخطه فلو مثلا انت هتستخدم الهوتباك اللي تخطه على دراعك على كتفك على ظهرك بيكون مكتوب عليها احتياطات انك مثلا لو قعدت 20 دقيقة متستخدمش درجة حرارة معينة علشان الجسم او الجلد مايبدأش يتحرق فانت لازم تاخد بلك برضو تقرأ احتياطات كل جهاز بتستخدمه طيب ايه الممنوعين بقى من الاستخدام اولا مجرد ما تتصاب انت معاك 48 ساعة ل72 ساعة بعد الاصابة ما تستخدمش فيهم اي مصدر كمادات حرارية لو الجلد الخاص بيك سخن او ملتهب فلو سخن او ملتهب او لون احمر حتى فده دليل على ان في وجود ورم او التهاب لسه حاصل دلوقتي اكيوت فانت ماينفعش تستخدم معاك كمادات سخنة لان هي هتزودلي من الموضوع مش هتعلقه اصلا او لو في جروح ظهرة فلو انت عندك جرح ظهر ومفتوح ماينفعش تستخدم معاك كمادات لانه ممكن بالتبعية يحصل له مشاكل او لو في مرض جلدي زي الاكزيما او الاتروفيك درمتايتس وده عبارة على مرض جلدي مش هجيب لك صور ليه لان منظره ممكن مايعجبش بعض الناس وهو هيبقى السانيتين الجايين لو مش مهتم او بتدايق من المناظر دي ممكن تعدي السانيتين دولا انا هسيبه لك دلوقتي بالاضافة ان لو في مشاكل في ضغط الدم او مرض في السيركيولاتري ساستم او الجهاز الدوران الواء القلب والاوعاية دموية عندك مثلا مشاكل في القلب تصلب شرايين ايا كان لازم تاخد بالك من وانك بتستخدم كمادات يكون تحت اتراف طبيب ما تستخدمهاش بمزاجك لان ممكن يكون لها اثار جانبية ومشاكل كبيرة جدا طيب ده كل اللي احنا عاوزين نعرفه عن الكمادات السخنة كلمنا على المصادر وامتى بستخدمها واستخدمها ازاي وايه الممنوع اشوف بقى الكمادات البردة الكمادات البردة بتعمل عكس اللي احنا قلناها عن الكمادات السخنة الكمادات البردة بتقلل من وصول الدم للأموعيات دموية بالتالي بتقلل من التورم بتقلل من القلم بتزود لإحساس التنميل او التخدير فانت لو عندك قلم كبير فانت بتحط عليه تلج مثلا بيبقى يقلل لك من القلم الموجود دي الكمادات البردة طيب مصادرها هي قريبة شوية من المصادر السخنة ولكن طبعا باختلاف درجة الحرارة اولا مصادر صناعية ففي ايسباك بتتحط مثلا على المكان المصاب وبتسيبها عليه دا الايسباك عبارة انك بتحطها في تلاجة مثلا بتكون فيها سيليكا جيل او مادة معينة بتمتص بروضة الجو وبالتالي تحتفظ بدرجة حرارتها البردة فترة كويسة اللي هي الفترة اللي هتستخدم فيها الكمدات البردة او عن طريق اناء بتحط فيه تلج برضو بتغطس فيه الجزء المصاب او عبارة على انك بتعمل تدليك او مساج بالتلج اسمه ايس مساج بتعمل تدليك طبعا اتكلمنا كتير عن الموضوع دا في حلقات كتير جدا نوظم حلقاتنا اللي بنتكلم فيها عن التلج بنستخدم الايس مساج عن طريق مكعب تلج مثلا طيب امتى بستخدمها لازم تاخد بالك انك بنستخدمها مع الامراض او مع الاصابات اللي بيكون فيها كدمات فمثلا بمجرد ما بتتصاب معاك من 48 ساعة ل72 ساعة لو في ورم لو في التهاب لو في قلم بنبدأ نستخدم الايس باك او كمادات البردة طول الفترة دي لو انت عندك امراض من اللي بتعمل التهابات زي النقرس والتهاب الاوطار انا قلت في التهاب الاوطار الكتف لو مزمنة هستخدم كمادات سخنة انما هنا عندي مش مزمنة انا عندي لسه الاصابة حصلة انا مبرح كنت بالعب طايرة كنت بالعب اي لعبة وحصل الالم ده بالليل او الصبح او المصحيت من النوم فدي مرحلة الاكيوت من 48 ساعة ل72 ساعة فبتبدأ تستخدم الايس باك او التلج او كمادات البردة طيب استخدمها ازاي؟ اتكلمنا كتير عن الاستخدام مبدئيا ممنوع منعا باتا انك تخطها على اديك بشكل مباشر لمدة 20 دقيقة او لمدة اكتر من 5 دقيقة حتى انا مش بقولي 20 دقيقة انا بقولي احنا هنستخدمها 20 دقيقة فلو انت هتخطها زي كمادات السخنة مشكلة ممكن تعملك حاجة اسمها الايس بايت او العضة التلج وده بيكون حرق تلج ايوا التلج بيحرق طيب بستخدمها ازاي؟ عندي نفس الطريقة اللي بستخدمها وبقولها لك دايما 4 دقايق بتعمل بيها ايس مساج وبتمسح وبتريح دقيقة 4 دقايق بتعمل ايس مساج وبتمسح مكان الماء اللي تكونت اللي هي الدقيقة اللي انت بتريح فيها 4 دقايق وتريح دقيقة 4 دقايق وتريح دقيقة بمجموع 20 دقيقة بالاضافة انك ما تعملهاش قبل التمرين ما تكونش لسه نازل التمرين وتعمل ايس مساج مثلا او تلج لانه بيزود من التشنج العضلي وبيزود من احتمالية الشد العضلي احنا بنستخدمها احيانا بعد ما بنخلص التمرين بالاضافة انك لو عندك تشنج عضلي باستمرار لا يفضل انك تستخدم الايس مساج انت اصلا بيجي لك شد عضلي كتير لوحده فانت متساعتش العضلات انا لما عملها ايس مساج هقلل الدم اللي يوصل للعضلات فانا هزودلي التشنج اصلا بالاضافة ان لو في تنميل او تخدير في الجزء فانا مثلا عندي دراعي في مشكلة فيه انا عندي تنميل في دراعي ماستخدمش تلج علشان هزود التنميل اكتر بالاضافة تاني انك لو عندك حساسية للتلج في ناس لما بتحطلها تلج او عندها حساسية لدرجة الحرارة العالية بيبدأ يحصل لها مشاكل الناس دي ممنوعة من استخدام الكمدات البردة نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم كان معاجر دكتور احمد الشامي دكتور علاق طبيعي وخصانة اغزال علاجية هاكد لك على نقطة مهمة الكمدات السخنة والكمدات البردة لازم 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 تكون تحت استشار الطبيب مش هقولك اشراف ولكن استشارة لان زي ما قلت لك ممكن نفس الحاجة استخدم لها كمدات سخنة في وقت واستخدم لها كمدات بردة في وقت واستخدم لها الاتنين مع بعض في وقت فانت لازم 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 تكون تحت اشراف طبيب بس كده ساشتابعيني على الانستجرام اعمل لي فولو باذن الله قريب هنعلن عن كذا مفاجأة باذن الله بس كده سلام عليكم اشتركوا في القناة